السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناة شيف حليمة ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة يوم ان شاء الله سنقدم معكم واحد البسبوسة اللي كتجي اكثر من رائعة بسبوسة اللي راقية مكونة ديالها بسيطة بزيف وطريقة ديال تحضير ديالها يعني ما قدش تحتاجوا الوقت كتير باش غا تحضروها كنتمنى ان شاء الله تنرى ديالكم وتعجبكم ما تنسونيش الاخواتب الدعم ديالكم واللايكات ديالكم بقوا معي ان شاء الله نمروا المقادير وطريقة ديال تحضير اوفور جا ممتعة اشتركوا في الق اشتركوا في القناة سنحضر السيرو هنا كما تشوفوا ضفت كأس ونفس من السكر وكأس الماء العنبة والقشر الليمونة من طبيعة الحال الكوب العنبة وصفيوك نخليوهم على النار عشرة تقاية بالنسبة النواشيف كنحتاجو كأس ونفس من السميدة الرقيقة وانا عبرت الاخوات بهذا الكوب كتعبرو من طبيعة الحال بالكوب العنبة اي كوب عندكم توفر عندو كتعتامدو عليه يعني كتقيسو به كعلى مقادر عندي نصف كوب من السكر نصف كوب من جوز الهند ملعقة صغيرة من الخميرة الكيموية وضفت القليل من الملح هنا بالنسبة للسوائل عندي نصف كوب دياله الزيت النباتية وعندي ثلاثة اربع من كوب دياله يعني يا غورت مستوس او الزبادي كمرحلة اولى هنا يكند مجهد النواشيف كتجي الصراحة رائع ان شاء الله غير تجربوها وسهلا ما هلوفت حباب ديالها كنضيف الزيت النباتية كندمجهد المكونات من بعد غادي نضيف الزبادي او يا غورت بدون سكر من بعد ما كندمج العناصير جيدان هنا يضفت تامول دهنته بالزبدة مزيان وضفت عليه الورق غدائي صافيو غادي نضيف هاد الخالط كما كتشوفو كنبسطه مزيان يعني القاوم دياله كنحصلو عليها هدا الشكل هادا ومن بعد كندخل الفران درجة الحرارة 180 كنخليها 30 دقيقة حتى 35 دقيقة يعني تيت يتحمر ليكم الوجه كتشوفوه من الفوق وكتحمر ليكم حتى من الاسفل دائما كما كنذكر ليكم كيبقى على حسب النوعية ديال فرن ديالكم من بعد الأخوات من اللي كنخرجها من الفران ضروري مباشرة يعني سيرو هنا كيكون بارد وكتكل كيك كتكون سخونة البسبوسة سافيك نسقيها وغادي نحطها جانبا حتى كيتشرب هاد السيرو هادا هنا يا بالنسبة للكريمة كنحتاجه هنا يا ضفت الأخوات هنا يا عندي ربعات المعيقات دياله يعني كتقدروا تديروا الناشا هنا أنا عملت مزيج ما بين الناشا والكريم باتيسير بودرة الحلواني يعني عملت وجمعي القات كبار ديال الناشا وجمعي القات كبار ديال بودرة الحلواني ضفت بالنسبة للسكر كيبقى على حسب الدق ديالكم أنا عملت هنا جمعي القات كبار وهنا يا عملت واحد الكوب ديال هادا الزبدي او الياغورت بدون سكر يعني الحجم ديالو مئة وسبعون قرام صافي وعندي هنا غادي نعمل واحد القاتارات ديال روح الماء الزهر هنا يامل كنضيف كسر هنا كنضيف مكونات كاملة كندمجهم مزيان من بعد كنضيف قاتارات ديال روح الزهر أنا عندي هاداك روح الزهر الأخوات يعني الروح ديالو ضفت غير واحد القاتارات حيت مجهد بزاف من بعد غادي نضيفو فوق النار صافي بالتحريك المستمر يعني ما كتغفلوش عليه غير كيبقى بحالما كدك يعمل لنا واحد الفقاعات وكنزولو من فوق النار اشتركوا في القناة من بعد كنصبو على هادا البسبوسة كما كتشوفو وكنوزع يعني كننعمل واحد الطبقة اللي كتكون متساوية من الوسط ومن الجوانب وصافي في هادا الاثناء غادي ندخلها للتلاجة يعني كتخليوا هادا الطبقة حتى كتتماسك لكم مزيان يعني تقريبا واحد الربعة الساعات سافي من بعد ما تمسكت لي هادا طبقة اللي كتشوفو من الفوق يعني كنحاول كنفتح الملغير بشوية هنا من بعد اي جبن كريمي متوفر عندكم هادا فلبيس ديالكم يعني كتقدروك تعملو كطبقة اللي كتكون هي الاخيرة هنا يعني عندي الكريم ديال فلا ديلفيا ضفت عليه جمعي القاس كبار من السكر السقيل اخفقتم زيان وصافي غادي نعملو كطبقة اخيرة يعني غادي نعملو بو حتى طبقة اللي غا تكون شوائية سافي من بعد زينتو كما كتشوفو بواحد هكدا الملعقة من الفوق او كانت زينو اي حاجة متوفرة عندكم في البيتان زينتو هنا يبا اللوز اللي محمصو مهرماشو غادي نزينو بالكوك موسيقى 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 موسيقى